الدم العراقي المستهدف أقل ثمناً مما يمكن تصوره عند بائعي البلاد لأجل صناعة النفوذ وبيع الضمائر وقد يكون الشاري من دولة جارة أو من أيدي تحركها توجهات خارجة عن القانون والإنسانية جمعاء تحت أهواء السياسيين الذين صنعوا غصفاً سياسياً بالمشهد الأمني خروجاً عن القانون وضرباً بفرص صناعة معادلة تكفل العيش الآمن وسير قدماً في إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي والأمنية العنفو يتزايد قبل شهور من موعد الانتخابات التشريعية تصفية حسابات بشكل دموي يراها حقوقيون على أنها تعيق بحسب مصادر مقربة من كتل سياسية وشعبية تعيق إجراءات احترام سيادة الدولة ليعود مجدداً مسلسل اتباع أجندات خارجية أو الدفع بالعملية السياسية إلى الهاوية الحكومة لم تتوقف منذ انطلاق خطتها الأمنية في ملاحقة السلاق المنفلت عن نهجها فيما عودة الاغتيالات والتفجيرات واستغلال الفجوات والخروق الأمنية بات ينذر بكارثة أشد فتكاً من تلك التي سبقتها ما يطرق باب الخطر الذي قد يثير غضب الشارع مرة أخرى في حال وصلت وجوه إلى البرلمان تحتفظ بذات نظامها وعقليتها الماضية متخلية عن الديمقراطية التي يريدها الحرك الشعبي والسياسي بعد أن ركب موجاته رموز المصالح الشخصية سخط شعبي يعلو على بواب الحكومة سيم اتهامهم بالتهاون والتراخي مع الجماعات الخارجة عن القانون ومع ما يحدث من استغلال للعملية السياسية ما يجعل المواطن البسيط ضحية التنحر البعيد عن مصلحة العراق